محافظة البصرة وبحسب فرانس بريس لا يتلمسون طعم ثروات محافظتهم حيث أن نسبة البطالة فيها تجاوزت 30% بين الشباب والتلوث الناجم عن تنقيب الموارد النفطية تغص به شوارع المحافظة أما مشاكل التزاود بالكهرباء والمياه فيها فلا حدود له فرانس بريس ذهبت أبعد في وصف الظروف القاسية حيث باتت حياة سكان البصرة تغص بالمشقات قائلة إن شباب المحافظة لا يرون مستقبلا لهم في محافظتهم النفطية وتغمرهم رغبة عارمة بمغادرتها والتوجه على الأقل إلى محافظة أخرى للخلاص من اليأس الذي بات يملكهم مشاريع الاستثمار المتلكة منذ سنوات طويلة أكثر ما يؤرق أهالي المحافظة حيث العشرات منها لا تزال تنتظر الإنجاز لكن الأهالي فقدوا الأمل في حصول ذلك بسبب إدراكهم لواقع الفساد الذي يحكم البلاد هذه الوقائع دفعت أهالي البصرة صيف عام 2018 لتنظيم مظاهرات حاشدة نددوا فيها بالفساد المستشري بشكل مزمن والتدهور الحاد في البناء التحتية والنفوذ المتزايد لإيران ولكن بعد ثلاث سنوات من المظاهرات التي هزت البصرة وسنتين على ثورة تشرين لم يتغير الشيء الكثير فلا تزال الأعزاب والمسؤولين المتنفذين يهيمنون على فرص التوظيف بقطاع النفط في البصرة التي تجاوزت نسبة الفقر فيها 40% وتفاقم تراكم النفايات في الشوارع والطرقات وارتفع منسوب الملوحة في مياه البصرة وتحول الحصول على ماء صالح للاستخدام البشري حلما عصي المنال وباتت الكهرباء فيها تغيب عن الأنظار طويلا وخاصة في صيفها اللهب أما عن الأمراض فحدث بلا حرج وخاصة أمراض السرطان بسبب التلوث والتي باتت تفتك بالمئات من البصريين شهريا شكرا